بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته قد نحط واحد فوسخة طلبوها الناس ديال توقف الحال أو تعطيل تعطيل الأحوال مبين الزوج والزوجة أو تعطيل الأحوال في المال أو تعطيل الأحوال في جميع الأمور كان الناس اللي عندهم توقيف الحال إما عندهم عكوسات وإما عندهم توقيف الحال في العلاقات وإما توقيف الحال في الأمور المالية أو البنت اللي بغى تقرأ وبغى تنجح هي عندها توقيف الحال البنت اللي عندها توقيف الحال كانت مزيانة الوقت اللي تبغي تقرأ يجيها للنعاس ولا يجيها للعيا لابد تدير هاد الوصفة ان شاء الله هاد الوصفة ان شاء الله رائعة واكتر من رائعة غير يصيروا عند العطار ورا غادي يعطيكم هاد المكونات وانا غادي نمليها عليكم وربي رغي يجيب تيسير ويصلح الحال من حال الى حال لابد نهضروا شوية على العين لتتصيب الانسان وتتخليه بدون هدف او الحسد اللي تيخليك ديما عندك مشاكل في البيت او عندك الحال ديالك تتبدل من حال الى حال كنا المرأة اللي كانت مزيانة مع الزوج ديالها وكانت مزيانة العلاقة ديالهم ولكن تبدل الحال من حال الى حال تتقول ما لي على هاد الحالة ولكن هو تيكون حسد او سحر او عين هادو ثلاثة الحويج اللي تعطلوا الحياة ديال انسان الناس اللي عندهم هاد المشاكل الناس اللي عندهم هاد المشاكل ديال توقيف الحال في كل الامور تنهضروا على زواج عمل البنت كانت خدامة شوية كانت خدامة الوقت اللي تبغي تخدم تيجيها النعاس ويجيها العياء ويجيها المرض ويجيها ذاك هديك عين قوية صابتك عين قوية صابتك الى درجة انك تمكنت منك ولت عندك عقد تدلك النوم تدلك توقيف الحال اذا العين حق والسحر حق العين حق والسحر حق الحسد الشديد يعطيك طاقة سلبية ويعطيك غمى في القلب وعياء شديد في الكتفين وما تبغيش تكوني مع التحد وتبغيش غير تبغي بوحدك وما تبغيش تسمعي كلام حتحد وتكوني عندك طاقة ديال العياء تهو العياء والغم في الصدر والبكاء وتحج مع عشباك ويجيك الملل وتجيك الطاقة السلبية عندنا توقيف الحال في الزواج تتكون المرأة جيدة مع الزوج ديالا تتكونوا يكونوا داخلين خارجين يتقدى ويجيبوا هادي يجيبوا هادي ولكن الوقت اللي تتراهم عيون غير صالحة عيون حاقدة باغدة تسحرهم من بعيد بالعيون ديالهم تيقروا عليهم تعويدات أو يصيبهم بالعين أو الحسد الشديد تتكونوا عندهم نفور ومشاكل ومشاكل في البيت تتكونوا عندهم غمة وشي ما يترضى بشي والكلام السيء يتسئلها ويتسئله درجة درجة أنهم تبعدوا حتى في الفراش تتبه هي صاد بجيه وبجيه ولكن لكن سحر توقيف الحال أو السحر البغضاء أو السحر اللي تيكون بني على الفرق هذيك حاجة خراعة أو ثاني السحر تفريق هذيك سيكون السحر التفريق الحالة الصالحة لأن واحد الأخت قلت لك أنا عندي برود في العاطفة وفي حياتي الزوجية ولكن أختي العزيزة سيكون ماشي من خاطره أو من خاطرك سيكون إما سحر قوي وإما حسد وإما عين نشخص نفسي بصورة الدخان كان عندي في القناة قرأيها سبع مرات سبع مرات ليلة الجمعة نقرأها بنية كشف الأمر واش عندي عين ولا حسد بأمر الله أعطيك الله رؤية غادي تبني تبلك رؤية غادي تشوفي رؤية وغادي إن شاء الله يكون عندك سبب إلا كان عندك العين وللحسد وللتوقف الحال أو السحر السحر الفراق توتيبان نقدر نديرها ثلاث جمعات وغادي يربي يبيل لي بنبقى نخدم على الوصفات ولكن تصغير أنني نشوف الحالة ديالي تطلبي الله يبيل لك الحالة ديالك دخلوا للقناة ركينا كينا هاد السيغة عندي في القناة ولكن تشخصي نفسك ما قدرتيش على صورة الدخان غادي تقري صورة الإخلاص 11 مرة الفلق سبع مرات صورة الناس سبع مرات والكافرون سبع مرات وغادي تنامي على شقك الأيمن وتنامي تقولي يا ربي تورني ما بي من أمر هذا واش حسد ولا عين ولا تابعة ولا أي حاجة طلبتها را غادي ديريها ثلاث ليالي را ربي غادي بيلك الأمور ديالك أي واحد بغادي رارة غادي معرف أشنو عنده إذن نعطيكم التفوسخة اللي غادي إن شاء الله نديرها بحول الله وقوته بنية طرد التوابع من الإنسان أو توقيف الحال أو السحر أو أي حاجة أول حاجة عندنا الفاسوخ الفاسوخ مع حجرة الفك هذو مهمين نشريوهم لأن غادي تقرير لهم بعد الآيات إن شاء الله إن شاء الله الفاسوخ الأسود هانتما ولا الأبيض ها هو الأبيض مع الأسود الأسود من هنا والأبيض وهذا شديه مع حجرة الفك غادي ناخد حجرة الفك وندلها الفاسوخ حكا بعد ما غادي نشدها نقرأ لهم حجرة الفك والفاسوخ نقرأ لهم هذه الآية الشريفة الآية من سورة البقرة الآية ميوجوج أعود بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر إلى آخر الآية وغادي نقرأ آية الإبطال أعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين 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 وغادي إن شاء الله بحول الله وقوته نحط الفاسوخ وحجرة الفك اليوم الأول اليوم الأول تقرأ سبع مرات سبع مرات الآية ميوجوج من صورة البقارة وانقرأ آية الإبطال اللي أعطتكم سبع مرات نديرها نهار الأول مع الصور ديلكم جوج الصور دي المرأة والراجل اللي عندهم سحر التفريق أو عندهم سحر توقيف الحياة ديالهم في الفراش تديرها المرأة لأنها صالحة لها بإذن الله عدنا اليوم الأول غادي ندير البنت اللي معطلة عن الزواج البنت اللي عندها تعطيل الأحوال الأحوال في كل الأمور البنت اللي بغا تزواج أي حاجة غادي نفس الصغة عدنا التوسيخة اللي هنا عدنا الملحة الصخرية عدنا الداد ياله الداد جيب الرزق من كل البلاد هاد توسيخة صالحة توقيف الحال صالحة الناس اللي عندهم توقيف الحال لف الزواج ولف العمل ولف أي حاجة توسيخة رائعة وأكتر من رائعة أنكبر لكم تشوفوها هاتم عدنا العرعار القزبر القرنفل الشبة الملحة الحية الشبة ضروري ليكون عين وحسد الملحة الصخرية هيا الملحة الصخرية هيا الشبة وتوسيخة هيا السنوج العرعار القزبر الخزامة الشبة الملحة هاتم هاتم شعند عطار تقول لي جمع لي التوسيخة والحرمل المكونات رائعين هات التوسيخة تبخرو بها ثلاث أيام مع أول حصة هو الفصوخ ما حجرة الفك ولكن التوسيخة رائعة وأكثر من رائعة حاولوا غير تعودوا هدرتي في الفيديو وخودوا هذا أول حاجة أخذوا العرعار والسنوج والحرمل والقزبر والملحة الحية والملحة الملحة الحية هي الصخرية والشبة والداد والداد ديالها الداد وغادي إن شاء الله توضعوا بعض القرون فلات لتسخير الأمور صافي هادو ما هادو ما والخزامة ضيفوا الخزامة لأنها جيدة في طرد العوارد ولكن هادو هما الرائعين حجرة لتلفك بعد ما نقرع لها سبع مرات وهاد المكونات توما نقرع لهم سبع مرات هادو نقرع لهم بوحدهم ولكن المكونات نقرع لهم سبع مرات هذيك الآية وآية الإبطال ونقى نتبخر ثلاث أيام في الأسبوع حتى ربي يبطل الحال من حال إلى حال المرأة اللي بغت تبطل السحر توقيف العلاقة أو السحر اللي تكون بني على بشي فارقهم غدر الصور نسخ وتوضعهم مع النسخة ديالك والنسخة دياله وتوضعي هاد حجرة الفك مع الفاصوخ وتبخري انتي وياه ولا ما كانش معك هو رسورة كافية باش تبطلي السحر اللي معمول لك بينك وبينو بالنسبة الناس اللي بغين زواج تاوم يديروا الصور ديالهم إلا كانت مع شي شخص بغاد تبطل المرأة اللي عندها ولدها بعيد عليها وبغاد تبطلي البنت اللي اختها بعيد عليها وبغاد تبطليها رغاد يتبطليها بإذن الله إذن تنتمنى لكم حد سعيد إلا عجبتكم الوصفة خليوا لي لايك دعموا القناة تبعوا الجرس تابنوا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته